السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف الحال يا اخوان عساكم طيبين ان شاء الله تكونوا بصحة والسلام بالفخير اول شي صلوا على رسول الله اللهم صلي وسلم عليك يا رسول الله مقطعنا اليوم اللي هو تدبيل مستر بن لا نهائي سولو وبدون لوحة خاصة لا اطول عليكم في المقدمة فاتمن لا تنسون تشيكون جميع الرابط الفلسف ولا تنسون تخشون متجر يا حبايب وكذلك بضهر لكم كودة لاتم شوب فاتمن الكل يدعمني في فورتنايت وبس هذا اللي كان عندي فقبل لا نبدأ لا تنسون الاشتراك والنشر اللايك والدستايك راح يعبر عن رأيكم في النهاية فخلنا نبدأ في خطوات القليج والان يا اساطير جعنا لكم مرة ثانية خلينا اول شي اشرح لكم المتطلبات وبعدا نشرح لكم خطوات القليج طيب اول شي لا بد نكون في السيرف الخاص خلاص وثاني شي راح نكون في ري ايم اذا ما عندك صديق تجون عليه راح نسوي بديل انك تجون على صديق خلاص وعكسك في المهمات تمام تمام الان نروح الانترنت بهذا الشكل وبعدين نروح انت هذا المكان وبعدين نروح هنا وبعدين نروح انترسايد وبعدا يا اخوان راح نشتري المقر الجديد خلاص اللي علمت المنفك هذا تمام تمام تشتري المقر الجديد تمام تمام والشي الثاني اللي راح نحتاجه نشتريه يعني اللي هو مقر البانكر تمام تشتري مقر البانكر عشان راح نقدر نشتري الشاحنة تمام تمام دائرة دائرة نطلع من هنا نروح الورستوك اللي هي السيارات الجيشية وبعدين نروح انتشاحنة البانكر تمام تمام البيع 3 هذي تخلونها بيرسونل فيكل ستوريج تمام تخلونها بيرسونل فيكل ستوريج لانه راح نحط السيارة اللي نبغى ندبل فيها تمام مستر بن السيارة اللي هي المجانية اللي ليجي كوستوم اللي هو تمام تمام الان اللي راح نحتاجه الشيء الأخير نحط سيارات مجانية داخل المقر الجديد تمام تمام زي ما انتم شايفين الآن مثلا سيارة مجانية وتحطها في المقر الجديد اللي هو الأوتوشوب تمام تمام طيب الآن هذه هي جميع المطلبات تمام تمام الآن راح نطلب مستر بن أوكي يا أساطير وعلى طول راح ناخذ مستر بن ورح ندخل فيها داخل البانكر الآن يا أساطير على طول راح ندخل داخل الشاحنة زي كده ساهم يمين الآن بعد ما دخلناها داخل الشاحنة الآن راح نضغط مثلث وبعدين راح نطلع فيها داخل البانكر والآن يا أساطير راح نحطها في أي مكان انتحاب تمام أنا بحطها تقريبا هنا يعني في هذا المكان تمام تمام زي ما قلنا لكم عندكم حلين تمام تمام الآن راح نطلع برة للبانكر عشان نقول لكم باقي الخطوات الآن يا حب عندكم حلين اما انك تطلب طيارة البازرد او مثلا تتنقل عن طريق المهمات اذا حاب تتنقل عن طريق المهمات علق على تتشباد وبعدين روح الكلمة رقم تسعة خلاص او ثمانية تكون بعض احيان تمام تضغط عليها بعدين جوبز اول كلمة بعدين اذا كانت هايد تخلوناها كوستوم تمام تمام اذا مثلا والله حاب يعني تتنقل عن طريق الهليكوبتر ما عندك يعني احد جون عليه روح ادخل الشركة تمام بعدين اعلق على تتشباد مرة ثانية وروح اول كلمة وبعدين اللي هي قبل الاخير واطلب مثلا طيارة البازر تمام تمام بما انه انا عندي صديق ابا اتنقل عن طريق المهمات زي ما ظهرت لكم المهمات تتنقلون لأقرب نقطة عند اللي هو المقر الجديد خلاص يا اخوان الان نضغط مربع و اكس الان اروح اجون على واحد عكسي في الايم وراح اوريكم وجونت الان على صديقي يا حبايب بعد ما جونت الان الان راح نروح نجون عليه مرة ثانية اذا تغيرت الرسالة معناته هذا عكسنا في الايم وزي ما انتم شايفين تغيرت معانا الرسالة الان اضغط دائرة بشكل بسيط جدا والقريتش يا اخوان مرة مرة سهل يعني استغلوه يعني حاول لكم استغلوه مرة الان راح ندخل داخل المقر الجديد الان يا حبايب على طول راح نتوجه للسيارة المجانية تمام يا اساطير على طول نتوجه للسيارة المجانية نركب السيارة المجانية بشكل بسيط زي ما انتم شايفين لوحتها ثلاثة وثلاثين خلاص نضغط سهم يمين راكزوا معي في اللوحة حقا تاو لانا راح تنتقل للسيارة اللي حقا تستربل الان نعدل عليها على اي شي على ارخص شي عدل عليه تمام تمام الان دائرة دائرة بعدين اكس نرجعها داخل الكراج تمام يا اساطير الان زي ما قلت لكم اذا عندك طيارة البزرد اطلع وروح فيها عند مقر البانكر اذا عندك اصدقاء تتنقل عن طريق المهمات تتنقل عن طريق المهمات اضغط بعدها اكس التتش باد وروح عند المهمات الزرقة اللي قريبة منها البانكر خلاص يا اخوان انا بتنقل مربع اكس واروح اجون على واحد عكسة في الام وجونت على واحد عكسة في الام الان جات الرسالة الان راح نجون عليه مرة ثانية اذا نتأكد انه عكسنا في الام او لا اذا تغيرت الرسالة معناته عكسا في الام ما تغيرت روح تدور واحد غيره تمام انا جونت الان يا اساطير وهذه الرسالة الثانية الان نضغط دائرة خلاص بعدين راح رصبنا قريب من البانكر شكل بسيط جدا تقريبا يعني كل دقيقة سيارة بس انا قاعد اشرح لكم عشان كده يكون عليكم طويل المقطع تمام لكن اذا سويت راح تسوي تقريبا في اقل من يمكن ثلاث دقائق تنسخ سيارة واحدة تمام تقريبا يعني على حسب سرعة يدك الان راح ندخل الان دخلنا شاحنة دخلنا المقر البانكر وزي ما انتم شايفين السيارة موجودة في مكان اللي وقفتها فيه خلاص الان ركزوا على اللوحة يا اساطير تمام زي ما انتم شايفين تغيرت اللوحة زي ما قلت لكم السيارة ذيك المجانية كانت ثلاث ثلاثين انتقلت لهذه السيارة الان رح على طول سهم يمين يقول لنا فل اكس رح تنتقل سيارة مستر بن دي بدال اللي هي السيارة الاصلية يعني مستر بن اللي كانت في الشاحنة رح تنتقل للمقر الجديد وهذه رح تكون داخل الشاحنة ولما تدبل عادي تبغى تدبل مرة ثانية طلع السيارة مرة اخرى وعيد الخطوات من جديد يعني طلعها وحطها في اي مكان وبعدين استخدم التنقل اللي هو السريح حق المهمات او عن طريق طيارة البزر وبس هي اساطير يكوننا هنا وصلت نهاية المقطع فاتمنى اذا المقطع نال عجابكم وكان سهل وبسيط ولا تنسوني بالدعم واللاعيك والنشر والاشتراك واي سؤال او استفسار جميع الروابط في الوصف ونشوفكم في مقاطع جديدة وفي امان الله